كثفت الدول الأوروبية ضغطاتها على تركيا في الآوينة الأخيرة لوقف أفعالها في البحر المتوسط سواء لجهة عمليات التنقيب والتعدي على حقوق اليونان وسواها أو لجهة خرق الحظر المفروض على تهريب الأسلحة عبر المتوسط إلى ليبيا الولايات المتحدة الأمريكية انضمت قبل أيام إلى هذه الضغوط عبر الإعلان عن مناورة عسكرية وشيكة أمريكية يونانية في بحر إيجي تزامنا مع تصاعد التوتر بين أنقرة وأثناء وسط كل هذه الضغوط قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف أنشطة البحث والتنقيب في البحر المتوسط ولكن لفترة مؤقتة فهل الإعلان التركي هو تكتيك جديد من أنقرة لكسب المزيد من الوقت سأم أنه يأتي بالفعل نتيجة ازدياد الضغوط على تركيا من أكثر من جهة وعلى أكثر من خط نناقش هذا الملف ليلة مع ضيوفنا معنا من القاهرة رئيس برنامج الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو ومن دبي أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس نضال شئير أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار أبدأ مع الأستاذ نضال شئير بما أن الأحداث انطلقت من أوروبا سيد نضال بعد تلويح أوروبا بعصاها على ما يبدو تتراجع تركيا عن عمليات التنقيب في البحر المتوسط وتطلب الحوار مع اليونان هل تعتقد أن أوروبا نجحت بعد المباحثات الأخيرة اللي جرت بين دولها في وقف المخطط التركي اللي كان متوقع في المتوسط أم أن الأمور ستستمر بعد استئناف هذا العمل مساء الخير شانطال كما تعلمين ما حدث حاليا والتراجع التركي هو يأتي في سياق الاجتماع في بروكسل والذي كان هناك شبه إجماع أوروبي على الخطر التركي خطر التصرفات التركية في المتوسط أكان في ليبيا أم في قبالة السواحر القبروسية واليونانية وفي هذا الاجتماع حتى كان هناك وضعت لائحة من العقوبات جاهزة للتطبيق على تركيا وكما رأينا مؤخرا في اليومين الماضيين كما تم تسريب كان هناك تهديد ألماني واضح لتركيا وكما تعلمين أن ألماني كانت حد ما هي المفاوض وهي الخط المعتدل الذي يريد الحوار مع تركيا في هذا الإطار الأتراك الآن رجل طيب أردغان اتخذ قرار أعتقد هو مناورة لأنه لم يلغي المشروع بشكل كامل بل هو قرر فقط تجميده تجميده إلى متى لا ندري حتى يعني نعرف هو دائما يعني يلعب على الأمور ودائما يكون هناك تغيير في المواقف أعتقد الآن أن الكرة في الملعب التركي الأوروبيون هددوا والتركية أصبحت ترى أن التهديدات الأوروبية جدية وهناك عصى غليصة وهذا هو أول الغيث من التهديدات الأوروبية الكرة الآن في ملعب تركيا رجل طيب أردغان عليه أن يختار إما الحوار أو المواجهة مع أوروبا طيب بما أنه الكرة بملعب تركيا سنرحب بسيد مهند حافظ أوبلو إلى هذا الحوار أيضا لكن قبل بدء الحديث معك أستاذ مهند دعنا نستمع إلى مقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كولين قبل ساعات قال أن تركيا قد توقف نحن نتابع الآن هذا الموقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعد الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان والرئيس رجل طيب أردغان كما يقول متحدث باسم الرئاسة طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه هذه المفاوضات أستاذ مهند استمعت إلى هذا الموقف من الرئاسة التركية تركيا توقف إذن عمليات التنقيب في شرق المتوسط ما الذي جعلها تردخ الآن وهل بالفعل الإعلان التركي هو التكتيك جديد من أنقرة لكسب المزيد من الوقت وسهلتم مساء جميعا لا لا هي رسالة انفتاحية تركية على اليونان بشكل خاص وتريد تركيا من اليونان أن يكون هناك حوار مباشر تركي يوناني دون وجود أي طرف ثالث رأينا في الملاوين الأخيرة أن فرنسا حاولت أن تشعل النار وتصب الزيت على النار من خلال اليونان ضد تركيا بسبب فشلها السياسي والعسكري في الملف الليبي ولكن هذا لن يثني أنقرة عن التنقيب عن حقوقها ولا يفهمن أحد أن تركيا سوف تتراجع عن التنقيب في المتوسط أو أن تتخلى عن حقوقها هذا غير صحيح على الإطلاق إنما تركيا أرادت أن يكون للحوار المباشر التركي اليوناني الأولوية وقد اقترحت تركيا كبادرة أن تكون هناك التنقيبات عن النفط والغاز في المناطق المختلف عليها تكون مناصفة ومقاسمة ومشتركة ما بين تركيا واليونان ويتفقون على ذلك فيما بينهم لكن أستاذ مهند المطالبة تركيا بالتراجع وبحل أزمتها مع اليونان ليست والدة اللحظة لماذا تردخ أنقرة الآن؟ قلت لك تركيا لن تتراجع عن التنقيب عن حقوقها المجلس الأمن القومي التركي منذ أيام أكد على أن الخيرات في شرق المتوسط وحقوق تركيا لا يمكن المساز بها وإنما هي رسالة انفتاحية يعني السياسة ليست مناطحة ما بين الدول وإنما هي سياسة اسمها السياسة هي الوصول إلى أفضل الحلول الدبلوماسية بعيدا عن أي حل أو توتر أستري بعد ما حصلت على الجواب اللي حاب أعرفه منك أستاذ مهند أكدت نفهم هذا الموضوع لكن سؤالي كان واضح لماذا هذه الرسالة الانفتاحية كما سميتها أتت الآن بعض مطالبات جاءت من كل الأطراف لأن تعود تركيا أدراجها وأن تجلس إلى طاولة حوار واحدة مع اليونان لتدول تركيا على أنها لا تريد إشعال المتوسط ولا تريد أن لا يكون الشرق الأوسط متأزم إنما أن يكون السلام هو الموجود ولكن دون التعدي على حدود تركيا وحقوق تركيا هذا يجب أن يكون مفهوما تركيا لا ترفض الآخر تقبل بالآخر وتريد الحوار المباشر مع الأطراف المعنية المباشرة دون تدخلات أوروبية في الملف الشرق المتوسط ولكن في نفس الوقت لا يمكن التعدي على حقوقها إذن هي رسالة أنني لا أريد التوتر ولا أريد التصعيد ولكن في نفس الوقت لا أحد يعتدي علي وكل يأخذ حقه عظيم دكتور أحمد قنديل أهلا بك معنا من القاهرة أيضا إلى هذا الحوار استمعت إلى سيد مهند يقول أن هذه الخطوة التركية هي رسالة انفتاحية على اليونان هنا نسألك هل باعتقادك يأتي هذا القرار نتيجة التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي شاهدناها خلال الساعات الماضية والتي رافقها موقف هذه المرة حازم وواضح عالي النبرة من أوروبا أكد على دعم أي قرار يصدر عن أثنان مساء الخير يستاذ شامتال وعلى ديوفك الكرام والسادة مشاهدي سكاي نيوز عربية الحقيقة هذه الرسالة تأخرت كثيرا طوال السنوات القليلة الماضية كنا ننتظر هذه الرسالة ولكن للأسف وصلت متأخرة للغاية ويبدو أنها لم تأتي إلا بعد أن قشر الأطراف الفاعلة في المنطقة على أنيابهم وأزهروا عضلاتهم العسكرية في مواجهة تركيا لا نعتقد أن هذه الرسالة كانت لتصل لو لا المواقف الحازمة التي اتخذتها أطراف عدة في المنطقة وفي مقدمتها مصر عندما حدثت خطا أحمر لتركيا في ليبيا وعندما طرحت مبادرة سياسية لتسويت الأزمة الليبية أيضا شهدنا موقفا حازمة من فرنسا واليونان وخصوصا اليونان الحقيقة التي لوحت بالخيار العسكري في مواجهة تركيا إذا لم تتوقف عن انتهاج سيادتها على مياهها الإقليمية وعلى أجواءها أيضا شهدنا موقفا فرنسيا حدا للغاية سواء داخل حلف النيتو أو داخل الاتحاد الأوروبي وحتى في إطار مجموعة الدول الصناعية السابع لأنها وجدت أن الدعوة إلى قمة للدول الصناعية السابع قد يكون أكثر حزما من إطار حلف الأطلنطي وإطار حلف الاتحاد الأوروبي وبالتالي هذه الضغوط المتعددة وأيضا تغير الملحوص في الموقف الأمريكي في الأوينة الأخيرة في الإسبوع الماضي طلبت الخارجية الأمريكية من أنقرة مباشرة التوقف عن مساعيها للتنقيب في شرق المتوسط كل هذه كانت رسائل واضحة بأن الدول الرئيسية في المنطقة لن تستمر في ترددها الاستراتيجي والعسكري في مواجهة الاستفزازات التركية وربما يكون هذا هو العامل الفيصل في تغير المنهج التركي ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن التوجه الاستراتيجي التركي قد اختلف عن مساره الذي كان يصب في زعزعة الأمن والاستقرار والفوضى في المنطقة ولكنها منورة كما ذكر دايفك من بروكسل اتفق معه تماما في ذلك وأنه سوف يعود عنها في أول فرصة يستشعر فيها تراجع الأطراف المؤسرة في المنطقة عن الوقوف بحزم اتجاه الاستفزازات التي يكون به سيد نضال البعض جرى أن تركيا لا تفهم إلا لغة القوة إذا ما عدنا قليلا إلى بعض الأمور الماضية اللغة نفسها لأخضعت أنقرة لموسكو بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية على الحدود مع سوريا هي اللغة أيضا ذاتها التي استخدمتها واشنطن في خلافاتها مع النظام التركي بشأن القص الأمريكي هل هي الورقة نفسها اليوم ورقة القوة التي تعتمدها أوروبا تجاه أنقرة باعتقادك بالتأكيد شانطال كما تعلمين تركيا في الأساس استراتيجية تبعيتها خاصة مع الأوروبيين هي تلعب على التناقضات الأوروبية لكن في الاجتماع الأخير في بروكسل كان هناك اتفاق شبه كامل أن ما تفعله تركيا في المتوسط كان في ليبيا أم قبالة السواحل القبروسية واليونانية هو يتقويد للأمن القومي الأوروبي وأيضا لدول الجوار وبالتالي كان هناك اتفاق على هذا الموضوع لكن كان هناك اختلاف على طريقة التعاطي مع تركيا كيف يمكن التعاطي مع تركيا أعتقد ما حصل الآن وهو السبب التراجع أن تركيا أيضا لا تساعد الدول التي تريد الحوار معها للذهاب بالحوار فبالتالي نعرف أن ألمانيا هددت صحيح هددت تركيا عندما بعثت اليونان بالبوارج الحربية أن أي مواجهة تركيا يونانية لن تكون هي مواجهة يونانية بل هي ستكون مواجهة أوروبية أوروبا كلها ستدافع عن 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 تتجلى أيضا الموضوع من خلال إرسال ألمانيا أيضا الفرقاتة إلى المتوسط هذا القرار الذي صدر مؤخرا سنعود إلى هذه النقطة معك بعد قليل أستاذ شقيح بالضبط 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 أيضا كان هناك يعني وقف تخفيض للحد من من توريد السلاح أيضا لتركيا تعرف أن تركيا تستورد الكثير من السلاح من ألمانيا وكان هناك يعني حد كبير من هذه من توريد السلاح الأوروبيون عبر ألمانيا اللي هي لديها حوار مباشر مع تركيا أفهموا الأتراك أن هناك لوائح وعقوبات جاهزة صحيح عقوبات جاهزة خاصة يعني هي القسم القبرصي اليوناني الفرنسي كان يعني حضروا لوائح عقوبات اقتصادية سياسية وأيضا عسكرية دعنا نسأل سيد مهند حافظ أوغلو عن هذه النقطة بالذات سيد مهند قبل قليل أشرت لنا إلى أن تركيا ستعاود نشاطها التنقيب في هذه المنطقة بعد انتهاء هذه المهلة بحسب الحديث الأخير للمتحدث باسم الرئاسة التركية لكن باعتقادك هل تتجرأ أنقرة على القيام بذلك بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شخصيا على خط هذه الأزمة وتلويح ألمانيا بفرض عقوبات على تركيا يعني حقوق تركيا لا يمكن التنازل عنها يبدو أن ضيوفك لم يطلعوا على السياسة التركية بعمق تركيا القديمة قلتها سابقا وأقولها انتهت ولا تأتي تركيا بالتهديد ولا بالعضل الغليظة ولا بتكشير الأنياب كما سمعها أحد الضيوف وإنما تأتي بالحوار وتأتي باحترام مصالحها واحترام سيادتها ولا تعدي على حقوقها ولكن أن تكون القوة أو ورقة الدول أنها تضغط على تركيا من خلال القوة هذا لن يجد نفعا على العكس تركيا موقعها الجيوس سياسي يرغم الجميع على أن يتعاملوا مع تركيا على قدر كبير من الاحترام والاهتمام لذلك عندما تكون أنجيلا ميركل قد اتفقت مع رئيسة أردوغان على بعض الأمور السياسية هذا لا يعني أنها قد ضغطت وأرعبت رئيس أردوغان على العكس السياسة هي فن الممكن وهي الوصول إلى النقاط مشتركة ولولا تدخل الفرنسي والتجيش الفرنسي الأوروبي من خلال بوابة اليونان لم أرأينا التوتر الحاصل الكبير ما بين تركيا واليونان لذلك تركيا أرادت أن تقطع طريق على فرنسا هي رسالة واضحة وصريحة سياسية لفرنسا من خلال الحوار المباشر مع اليونان وسوف نرى كما وضح أبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى ماذا سوف تفضي هذه المفاوضات المباشرة ما بين تركيا وما بين اليونان إذا ما وصلت أثناء وأنقرة إلى اتفاق ونقاط مشتركة كبيرة عن ذلك سوف يكون الخاسر أكبر هو فرنسا وليست تركيا على العكس تماما لذلك لا يمكن النظر إلى أن تركيا تأتي بالقوة وتأتي بالأرغام على العكس تماما تركيا لا تريد أن تعدد على أحد وبنفس الوقت تحترم سنكون بانتظار ما ستفضي إليه هذه المحادثات التي ستحصل بين الطرفين دكتور أحمد قنديل بالتزامن مع هذه الأحداث في المتوسط حركات دبلوماسية نشطة جدا على خط الأزمة الليبية رئيس البرلمان ليبي عقل صالح في زيارات متعددة انطلاقا من المغرب إلى الجزائر ويتجه إلى الأردن أيضا وزير الخارجية السعودي كان بالجزائر اليوم شدد على أهمية ومحورية دور دول الجوار فيما يخص هذه الأزمة للوصول إلى الحل السياسي وبالتالي نتساءل ما أهمية كل هذه المساعي التي تحصل من أجل تقريب وجوهات النظر بين دول الجوار تزامنا مع هذه التطورات في المتوسط والتي أعلنت على إثرها أنقرة أنها ستوقف التنقيب ولو مؤقتا بدون شك التحرقات الناشطة للديبلوماسية العربية في هذه الأيام انعكاس لخطورة الوضع اللي وصلت إليه الأزمة الليبية نتيجة التدخل العسكري المباشر من جانب تركيا فيها ونتيجة نشاطها في نقل الإرهابيين والمرتزقة ونقل السلاح إلى ليبيا مما أدى إلى تغير التوازنات العسكرية على الأرض ومما يعني يبشر بأن تصبح ليبيا مرتعا للإرهابيين في الفترة القادمة من جميع الأطياف داعش القاعدة النصرة الحزب الله الشيعي كل الأطياف المتشددة والإرهابية أصبحت تجد عن طريق أنقرة طريقا إلى ليبيا لكي تصبح مرتعا لهم بعد أن دقت بهم السبل في سوريا وفي العراق وفي غيرها الإدراق العربي لهذه الخطورة التي تسببت فيها تركيا ربما هو الذي يدفع إلى محاولة حل الأزمة الليبية لأنها أصبحت يعني انعكاسا لتوازنات القوى الجديدة التي تتصارع في المنطقة والتي تشعل النار في المنطقة طبعا المحور هذه الجهود الدبلوماسية هي وقف إطلاق النار وهو الأمر الذي يعني توصلت إليه كل المؤتمرات التي عقدت بشأن الأزمة الليبية سواء في بردين أو القاهرة أو في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وغيرها عدم احترام تركيا لوقف إطلاق النار هو السبب الرئيسي في اشتعال الصدام مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية التي كانت مشاركة في عملية إيرني التي كانت بتراقب تطبيق هذا القرار وهو الذي يعني بعث شرارة لانقسام داخل حلف النيتو لأن الحلف بدأ يدرك أن التحرقات التركية في جنوب المتوسط لا تخدم مصالح الحلف وإنما تخدم المصالح النفعية الانتهازية للسياسة التركية في المنطق تطور لافت بطبيعة الحال دكتور أحمد فيما يخص هذه المسألة مهمة البحرية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا وهنا أود أن أعود مع سيد نضال إلى هذه النقطة المهمة ألمانيا تعلن عن إرسالها فرقاتة على متنها 250 جندي ألماني لدعم هذه المهمة وبالتالي نتساءل عن أهمية هذا التطور وإلى أي مدى ممكن لذلك أن يعيد زخم مهمة إيرني في المتوسط يعني شنطل نكون واقعيين عملية حظر السلاح إلى ليبيا غير فعالة لا إيرني ولا غير إيرني السلاح يأتي إلى ليبيا برا وبحرا وجوا والحدود مفتوحة لا يمكن السيطرة في الوقت الحالي على عملية توريد السلاح إلى ليبيا لكنها هي رسالة هي رسالة مهمة هي رسالة مهمة هي رسالة لإقناع الأتراك بأن ما تحاولون الذهاب به الذهاب إلى الحرب والحصم عسكري والسيطرة على الجفرة والسرة عسكريا هو أمر غير مقبول لن نقبل بهذا الأمر يعني كما قلنا سابقا بالنسبة لأوروبا هناك خطان أحمران خاصة في المتوسط الموسط يعني هو شيء استراتيجي بالنسبة لأوروبا لأنه مرتبط بأمنها القومة فهن لن يقبلوا يعني لن يقبلوا بالوضع الحالي الموجود في ليبيا أكان يعني تواجد تركي دائم هناك أو من خلال يعني جلب المرتزقة والإسلاميين والإرهابيين إلى ليبيا لأنهم سيصبح يعني هم فقط قرابة 200 كم من السواحل الإيطالية إضافة يعني سيفتحون باب الهجرة صحيح هناك مشاكل كثيرة جدا الألمان أرادوا إيصال رسالة واضحة لتركية هي رسالة يعني نحن نعلم في السنوات الماضية أوروبا يعني هي أكثر مع الحوار والحلول والحلول الدبلوماسية وليست مع الحلول العسكرية في المقابل يعني تواجهين أنت عقلية عقلية يعني عقلية عسكرية تحاول حسم عسكري الكل يريد الذهاب للحوار أكان مثلا في ليبيا إلا تركيا تريد حسم عسكري والسيطرة على سرط والجفرة وهذا يعني لن يكون مقبول المشكلة يعني بالنسبة للأوروبيين ينظرون ويعتبرون أن المشكلة حاليا أن الرئيس التركي رجب طيب أرطغان يحاول تقمص شخصية السلطان محمد الفاتح وهو يعيد يحاول إعادة التاريخ قرابة 500 سنة إلى الوراء يعني كل التصرفات التي يقوم بها كان من خلال تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد فكل يعني هذه العقلية هي تستفز الأوروبيين ولي يعني حاليا لا يمكن القول على ما يبدو أستاذ مغند كان عنده تعليق على ما ذكرته وقال غير صحيح على مسألة أنه تركيا لا تريد الحل وبالتالي هنا صد مغند نتساءل من أوقف تركيا حل عسكري حل عسكري من أوقف تركيا عن عمليات التنقيب في المتوسط اليوم لا يمكن أن ينجح في جعلها هي تركيا نفسها هي تركيا نفسها تبعال تركيا هل تقبل أو اليوم تتراجع عن إرسالها المرتزقة وأن تتوقف عن تدخلها في الشأن الليبي باعتقادك إذا اليوم قررت بالفعل أن تدعم بالحل الليبي لماذا لا تقوم بذلك جميل يا سيدتي الحل كل الحل عندما ترى الدول الإقليمية والدولية وأن تنظر وأن تتعامل مع تركيا بالقدر الصحيح الذي يجب أن تتعامل به تركيا أما فيما يتعلق بالمرتزقة وداعش والنصرى وغيره داعش لدى النظام وهم يذهبون من خلال المطار اللاذقية وقاعدة حميم إلا بن غازي ويدعمون الانقلاب حفتر وهذا مسجل ومبين حتى لدى الولايات المتحدة حضر الأسلحة أتفق مع ضيفك أنه لن يفيد لأن الدول الإقليمية والدول العالمية التي تدعم حفتر لن تريد أن يكون هناك وقف لحضر السلاح تركيا لا تنقل السلاح إلى ليبيا سرا أو خلصة كما تفعل فرنسا كما تفعل روسيا كما تفعل والأسلحة والعتاد العسكري جهارا نهارا على لن بموجب اتفاق موقع ومعترف عليه لدى أمم المتحدة بسبب اعتراف حكومة الوفاق ومسجلة لدى جامعة الدول العربية ولدى الأمم المتحدة لكن تركيا تعرف جيدا اليوم أستاذ مهند أنه من خلال دعمها لهذه الحكومة وإدخال المرتزقة والأسلحة إلى الداخل الليبي تؤجج الصراع داخلية هي مشكلة مصنعاتنا هذا نقلا يعني دولية تصدر في هذا اليداري حتى البنتاجون نعم 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 هي مشكلة مشكلة مصطلحات من يرى أن تركيا تتعامل وتجلب المرتزقة لا ينظر إلى حفتر وداعميه الدوليين والإقليميين من كل دول العالم قد وصلوا سأعود لأسأل سيد نضال عن هذه النقطة سيد مهند لكن هنا نسألك بالفعل عن تركيا هل اليوم كما بادرت بوقف عمليات التنقيب هل يمكن أن تبادر أيضا في ليبيا من خلال وقف الدعم بالأسلحة وبإرسال من ترسلهم إذا لا تريدني أن أستخدم هذه الكلمة هي لم توقف عمليات البحث الشرق المدوسط هي علقت رثما ترى نتيجة المفاوضات وتذكرين أن مالطا وإيطاليا لم تكن متفقتين مع فرنسا عندما حاولت أن تشعل النار ضد تركيا من خلال اليونان أما فيما تعلق بسرط والجفرة ووقف أو إيقاف دعم حكومة الوفاق هذا لن يكون على الإطلاق تركيا سوف تبقى وأعلنتها الحكومة التركية وبكافة الصعد أن الدعم لحكومة الوفاق سياسيا وعسكريا على أعلى مستوات سوف يبقى إلى أن تطلب حكومة الوفاق أن تفض عراء الشراكة بين تركيا وبين الوفاق نفسها سرط والجفرة كما صرحت القيادة التركية إذا ما خرجت الآن قوات حفتر ودعمها خرجت من سرط والجفرة لن يكون هناك حال عسكري ولن يكون هناك قطرة دم سوف يكون الرجوع إلى المفاوضات والرجوع إلى اتفاق السخيرات ولكن ضيوفك قالوا أن الكرة في ملعب الأتراك وهذا غير صحيح الكرة وكل الكرة في ملعب حفتر إذا ما أراد أن يشعلها حربا وأن يقسم ليبيا إلى نصفين شرقي وغربي أو أن يسحب من سرط والجفرة وتعود النقاط إلى المربع الأول وإعادة الحوار واضحة أستاذ مهند دكتور أحمد قنديل ماذا لو بالفعل كما يقول الأستاذ مهند حافظ أوغلو استمرت أنقرة بدعمها لحكومة الوفاق وبالتالي نتساءل عن ما مدى فعالية كل هذا الحراكة الدبلوماسية الحاصل إقليميا ودوليا لمنع تركيا عن تنفيذ مخططها في الداخل الليبي الحقيقة في البداية اسمحيلي أكد على أن تركيا دولة مهمة في المنطقة ونتمنى أنها تصبح جزءا من حلول المشاكل والأزمات المتعددة في المنطقة وليس يعني هي من ذهبت إلىها ومشعيل إلى مصدو وإلى المشعيل أستاذ مهند أعذرني على المقاطعة استمعنا إلى رأيك ونستمع الآن إلى رأي الدكتور أحمد قنديل لو سمحت كي لا ياسف وأعتقد أن ما يحدث في السنوات الأخيرة في ظل الطيادة السياسية الحالية لا يعبر عن جموع الشعب التركي إلا أنا متأكد لو حصل استطلاع الرأي لهم سوف يكون على يعني تضاد كامل مع التوجهات العسكرية والسياسية لتركيا في المنطقة ربما سمعنا زعيم المعارضة التركية كمال أغلو مؤخرا ينتقد مثل هذه التوجهات بشكل كامل ويدعو إلى إصلاح جزري في هذه التوجهات لتحقيق مصلحة الشعب الليبي الشعب التركي ماذا جانا الشعب التركي من هذه السياسات المستفزة سوى العزلة ومزيد من المشاكل الاقتصادية والأزمات الاقتصادية والديون والبطالة وتراجع معدلات التبادل التجاري وساءت صورة الشعب التركي لدى الشعوب المنطقة هذه السياسات التي يتباحها الرئيس ألدغان لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى ومزيد من العزلة للشعب التركي في المنطقة ومزيد من صفك الدماء في ليبيا ومزيد من المساحة للجماعات الإرهابية المتشددة ونتمنى هنا أن تصب بالفعل كل هذه المساعي والجهود إن كانت إقليمية أو دولية في مصلحة الليبيين شكرا جزيلا لجميع ضيوفنا في هذا الحوار من القاهرة رئيس برنامج الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل من أسطنبول الكاتب والبحث السياسي مهنة حافظ أوغلو ومن دبي أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس الأستاذ نضال شقير شكرا لكم جميعا